بسم الله الرحمن الرحيم مسألة الصلاة في ثوبين تستحب الصلاة في ثوبين لأن ذلك أستر من الثوب الواحد ومن الثوبين الإزار والرداء والثوب الواحد إما أن يكون رداء سابغا يلتحب به وإما أن يكون إزارا وكتبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى ملتحفا بالرداء وثبت أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجابر رضي الله عنه إن كان ضيقا فاتزر به فالثوب الواحد مجزي إذا التف به أو غط به جميع بدنه ستر الرأس قالوا ليس بسنة لأنه قال في صلاته في ثوبين إزار والرداء وظاهر ذلك أنه لا يشرع ستر الرأس لكن ستر الرأس أفضل في قوم يعتبرون ستر الرأس عندهم من أخذ الزينة وقد قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا خذوا زينتكم عند كل مسجد وثبت أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي في العمامة والعمامة ساترة للرأس ما يكفي في ستر العورة في الصلاة أولا الرجل اختلف الفقهاء في ما يكفي في ستر عورة الرجل في الصلاة إلى قولين القول الأول وهو المشهور من المذهب الحنبلي أنهم فرقوا بين صلاة النفل والفرض فقالوا في صلاة النفل يكفي ستر عورة ما بين السرة إلى الرقبة وما زاد على ذلك فهو سنة إن فعله وإلا فلا شيء عليه وأما الفريضة فقالوا يجب أن يستر أحد العاتقين مع العورة والعاتق هو موضع الرداء من الرقبة واستدلوا على هذا التفريق وهذا القول بأنه يجب ستر أحد العاتقين في الفريضة قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء وفي لفظ على عاتقيه منه شيء والقول الثاني أن ستر العاتقين سنة وليس بواجب ولا فرق بين الفرض والنفل واستدلوا على ذلك بالحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن كان ضيقا فاتزر به وقال ابن عثيمين وهذا هو القول الراجح أن ستر العاتق سنة وليس بواجب وهو ما ذهب إليه الجمهور ثانيا المرأة تسن صلاة المرأة في درع وخمار لأن هذا هو الذي روي عن عمر وعائشة ومسلمة رضي الله عنهم أجمعين والدرع هو القميص السابق الذي يصل إلى القدمين والخمار ما يغطي الرأس مسألة هل يجب ستر الكفين والقدمين بالنسبة للمرأة؟ قال بعضهم لابد من ستر الكفين بالقفازين وستر القدمين إما بالجوارب وإما بأن يجعل الدرع سابغا إلى أن يغطي القدمين أما على القول الراجح في هذه المسألة الذي اختاره ابن عثيمين وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية فإنه لا يجب ستر الكفين والقدمين وبناء على ذلك يكفي إذا كان الدرع يغطي إلى القدمين وأكمامه إلى الرسخ ويجزي المرأة ستر عورتها ولو بثوب واحد يستر رأسها وكفيها وقدميها وبقية بدنها مسألة انكشاف العورة أو بعضها في الصلاة وهنا تساؤلات هل انكشفت هذه العورة عمدا أم غير عمد؟ وهل انكشاف فاحش أم يسير؟ وهل زمن الانكشاف يسير أم طويل؟ قال ابن عثيمين رحمه الله وخلاصة هذه المسألة أولا إذا كان الانكشاف عمدا بطولة الصلاة سواء كان هذا الانكشاف قليلا أو كثيرا وسواء كان زمنه طويل أو قصير لأنه تعمد الإخلال بشرط من شروط الصلاة وهو ستر العورة الثاني إذا كان غير متعمد فإما أن يكون يسيرا وإما أن يكون غير يسير فإن كان يسيرا فالصلاة لا تبطل واليسير بأن يكون يسيرا في المكان الذي انكشف ويكون يسيرا في الوقت ليس بوقت طويل الثالث إذا كان غير عمد وكان فاحشا لكن الزمن كان قليل يعني لم يتعمد أن يكشف عورته وكان الكشف فاحشا كثيرا لكن الزمن كان قليل مثل إذا جاء هوى قوي أو رياحا قوية فكشفت الثوب أو شالت الثوب ثم أعاده في لحظته فظاهر كلام صاحب الزاد أنها تبطل الصلاة حتى ولو كان الزمن قليل وقال ابن عثيمين وغيره أن الصلاة صحيحة وأنها لا تبطل إذا كان الانكشاف في زمن يسير لحظات بسيطة وأعاد ذلك لأن في إعادة الصلاة لانكشافه في زمن يسير هذه فيها مشقة رابعا إذا انكشف من غير عمد انكشافا فاحشا وطال الزمن بأن لم يعلم إلا في آخر صلاته أو بعد سلامه فهذا يؤدي إلى أن الصلاة لا تصح لأن الانكشاف فحش في الزمن وفحش في المكان وبالتالي تكون صلاته غير صحيحة لأنها فقدت شرط من شروط صحة الصلاة وهو ستر العورة الصلاة في ثوب محرم إذا صل في ثوب محرم إما لكسبه وإما لعينه وإما لوصفه فصلاته غير صحيحة على المذهب والدليل على عدم صحة الصلاة أن الستر عبادة والعبادة إذا وقعت على وجه منهين عنه فقد وقعت على غير أمر الله وأمر رسوله فتكون مردودة لقوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وذهب كثير من أهل العلم هذا هو القول الثاني إلى أن الصلاة لا تبطل إذا ستر عورة بثوب محرم وعللوا ذلك بأن الستر حصل به أن الستر حصل بهذا الثوب المحرم والجهة منفكة لأن التحريم إنما هو لسرقة الثوب أو لغصب الثوب أو لكون الثوب من شيء محرم أما الصلاة فقد ستر الإنسان عورته بهذا الأمر وقد وقعت الصلاة بما هو ساتر للعورة وبالتالي جاء بالصلاة بأركانها وشروطها صحيحة فتمت الصلاة وبقي عليه إثم هذا الغصب وإذن القول الراجح أن الصلاة صحيحة ويبقى عليه إثم الغصب ويبقى عليه إثم أخذ هذا الثوب من طريق محرم هذا ما رجحه ابن عثيمين والله أعلم وأحكم وأحكم